بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وبرهانه القويم فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين طبعا هذه الآية 61 من سورة آل عمران يعني تؤكد على أن النبي يعني على أن الحسين سلام الله عليه ابن النبي أولا نعزي الإمام صاحب العصري والزمان المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء والمراجع العظام والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد مولانا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه هذه الآية تشير إلى أن الحسين ابن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هناك آية أيضا لو نرجع إلى بوقت الحجاج الحجاج رأى غلام من آل محمد فقال ائتني بآية تشير على أن الحسن والحسين ولدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له بس لا تجيب لهذه الآية فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم إلى آخر الآية وحسين سورة آلي عمران قال له هاي أدري حجاج يقول له الغلام من آلي محمد قال له أنا أدري هذه الآية تشير إلى أن الحسن والحسين ولدى رسول الله لكن ائتني بآية غير هذه صفحنا الغلام بقي محتار بعدين قال وجدتها يعني الآية التي تثبت على أن الحسن والحسين ولدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل القرآن الكريم في الآية أربعة وثمانية وخمسة وثمانية سورة الأنعام ونوحا هديناه من قبل ومن ذريته يذكر الأنبياء يقول ومن ذريته عيسى يعني بعدما قال ونوحا هديناه من قبل يذكر الياس ويذكر الأنبياء كلهم بعد إلى أن يصل إلى وعيسى ومن ذريته يقصد من ذريته نوح عيسى ومن ذريته عيسى زين فقال الغلام للحجاج قال كم ظهر بين نوح وعيسى قال أظهر متعددة عيسى أو نوح أول أولي وعيسى بن مريم سلام الله عليه وعلى نبينا وآله أنه قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال لك كم ظهر الغلام يتكلم على الحجاج قال أظهر متعددة الحجاج قال أنا أسئلك سؤال كم ظهر بين رسول الله والحسين قال ظهر واحد وهو الزهراء سلام الله عليه قال إذن كيف لا يكون ابن النبي بالبداية قال أنا أعطيك هدية إن لم تأتني بآية تشير على أن الحسن والحسين ولدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أأخذ رأسك وإلا أعطيك هذه الهدية فجاء الغلام بهذه الآية اللي هي الأربعة وثمانية خمس وثمانية سورة الأنعام تشير إلى أن الحسن والحسين ولدى رسول الله غير هذه الآية اللي هي فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا لده أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نتأل فنجعل لعدة الله على الكارم فقال له الحجاج خذها لا بارك الله فيك أخذها الغلام ووزحها ونجا بهذه الآية وهذه الآية تثبت أن الحسن والحسين ولدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيان تجي إلى مثلا قضية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما ولد الحسين عليه السلام بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله مما البكاء قال هذا ولد الحسين تقتله أمتي لا أنا لهم الله شفاعتي الأمة تقتل الحسين سلام الله عليه والنبي دعا عليهم فشاهدنا على دم الحسين الموضوع هو أن الدم دم الحسين سلام الله عليه تشوف هناك من الأنبياء سالة دماء منهم كآدم سلام الله عليه أيضا جرح وتاه وسأل ربه ربه قال هل أذنبت ذنبا قال هذا الدم موافق لدمي ولدك الحسين في كربلاء تجي إلى إبراهيم عليه السلام أيضا وقع من الفرس كما تذكر كثير من المرويات وسالت الدماء قال إلهي هل أذنبت ذنبا قال لا ولكن هذا الدم موافق لدمي ولدك الحسين سلام الله عليه في كربلاء زين بعد بالنسبة إلى موسى عليه السلام أيضا سال دمه قال إلهي هل أذنبت ذنبا قال لا هذا دم موافق لدمي ولدك الحسين إسماعيل عليه السلام عطشت أغنامه ثلاثة أيام يعني لم تشرب الماء فسأل ربه قال هذا مواكب لعطش الحسين سلام الله عليه نوح سلام الله عليه لما أراد يصنع السفينة وجد خمسة مسامير خمسة مسامير الأول مكتوب علي محمد صلى الله عليه ورسوله الثاني علي بن أبي طالب الثالث فاطمة الرابع الحسن والخامس الحسين فالرواية تقول هكذا أن نوح سلام الله عليه لما ضرب المسمار الأول ماكو شيء لم تخرج دماء ضرب المسمار الثاني لم تخرج دماء ضرب المسمار الثالث لم تخرج دماء ضرب المسمار الرابع ماكو دماء إلى أن ضرب كما تقول الرواية ضرب المسمار الخامس اللي هو الحسين سلام الله عليه وإذا خرجت الدماء قال إلهي ما هذي الدماء قال هذا مواكب لدمي ولدك الحسين عليه السلام في كربلاء بعد بالنسبة إلى سليمان سلام الله عليه وعلى نبينا وآله طبعا المعجزة للأنبياء والمعجز هو الشيء الخارق للعادة المام اعتاد عليه الناس هذا معجز فسليمان سلام الله عليه وباقي الأنبياء تحققت لهم المعاجز معجزة سليمان أنه طار في البصار يعني طار في بقاع الأرض إلى أن وصل إلى كربلاء أراده يعني أراد أن ينقلب في البصار على سماء كربلاء فسأل ربه قال إلهي أنا الأرض الكرة الأرضية أفترها بالبصار ماكو شيء لم يحدث شيء لكن لما وصلت إلى كربلاء حدث هذا الأمور قال لهذا موافق لما يجري على الحسين عليه السلام في كربلاء أمير المؤمنين سلام الله عليه لما عاد من صفين إلى كربلاء كانت أرض جرداء كما تنقل كثير من المرويات عن أهل بيت العصمة والطهارة أنها أرض جرداء واحد من جماعة عمر بن سعدي يقول كنت مع أمير المؤمنين سلام الله عليه لما عاد من صفين وأجي إلى كربلاء وكربلاء جرداء يقول يقف ويسلم ويبكي ويصلي يقول سألته قلت سيدي يا أمير المؤمنين أرض جرداء تسلم على من قال هنا يا فلان هنا تقتل كوكب من ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أسجد وأصلي وأبكي على مواضع يعني قتلهم يقول ثم انتقل إلى العلقم نهر العلقم وأخذ يبكي ويصلي ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى قلت هنا قال هنا ولد العباس انتقل إلى مكان مكان علي الأكبر وهكذا هذا نفس الشخص اللي كان مع أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أنا حضرت واقعة كربلاء يقول رأيت الحسين فعل كما فعل أبوه أمير المؤمنين سلام الله عليه نفس المكان يقف ويصلي ويبكي ويدعو وهكذا المشرع زيان وهذا أمر طبعا الحسين عليه السلام أعطاه الله سبحانه وتعالى ثلاثة الأمة من ذريته والشفاء بتربته والدعاء تحت قبته مولا بتربته الشفاء وعند قبته الدعاء من كل داع يسمع نسأل الله بحق الحسين سلام الله عليه أن يفرج عنا ويدفع عنا وعنكم الوباء والبلاء بحق محمد وآله الطاهرين وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة